بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله اول حاجة كده انت بتبقى قاعد مسك كوبات الشاي بتاعتك والبقصمات بتاعتك والله من غير ما التاريق انا مرضى حصلت ومع ناس كتير حصلت تمام وبتفكر ان ظروف البلد زي الزفت والعيشة صعبة وما فيش شغل وفي محسوبية وما فيش اي التزام لا بمراحل تعليمية ولا بمؤهل دراسي ولا بدورات علمية بتاخدها كل ده في الفنكوش بتخش على الـ HR تمام بيعمل معاك ميتنج اللي جاي بواسطة بتشتغل واللي جاي بواسطة يشتغل واللي مش جاي من غير وسطة بيقوله شايف الباب اروح افتحه او لو قالها بطريقة مؤدبة بيقوله هنبقى نتصل عليك ولا بيتصله ولا بيعمله وبتبقى معروفة ومحسوبة وهو بس حتة view كده بيتعامل ان فيه اختبارات وفيه مسابقات لاختيار الاكفأ لحيازة هذه الوظيفة او العمل في هذه المؤسسة طيب عن شخص بيبقى جاي محمل بالامال وبيبقى خارج محمد فكره عشته وعشت اللي جابوه فبيعمل ايه؟ بيفكر في الحاجة الاسرع والافضل بالنسبة له او من وجهة نظره هي السفر فعلا في السفر فوائد عديدة ولا حاجة عرفة منها غير ان الناس عايزة تكلهم تعيش وتعيش عيشة مرتاحة واللي ربنا يرزق بعروسة يتجوزها واللي حياته ماشية بالطول وبالعرض بس مايرجعش البلد تاني ويمسك اي ورقة هو مايرجع صحي كده؟ صحي كده اللهم يقول لبعض الاستثناءات اللي هي مذكورة طبعا اوها انتوا عارفينها كلكم اللي هي الاستثناءة اللي موجود في دول الخليج الناس اللي هي بتسافر الخليج بيبقى كل عشتها وكل همها يأكل بتنجان وطعمية وفول وعلى قد ما يقدر يقتصد في معيشته ويحوش الدنار مع الدنار ولا الريال مع الريال ولا اين كانت درهم مع درهم ولا اين كانت العملة اللي هو المستخدمة يعني في الدولة اللي هو بيزورها فبيوفر على قد ما يقدر وبيحصل كالقاتي بيرجع بيشتري له شقة بيخش في مشروع او لو عمل ارشان حلوين بيروح يرميون في البنك وياكل من الفايدة بتاعتهم اللي البعض بيقول عليها ربا والبعض الاخر بيحللها واللي بيحللها ده هنكون خصيمه او خصماءه امام الله عز وجل يوم القيامة وانقول ان احنا انتبعنا الراجل ده وهو راجل دين وقال كده ما علينا سجونة من موضوع الريبا دلوقتي بنتكلم في الطبيعة بتاع سك الدول الخليج طب سكة الدول الاوروبية بقى سكة الدول الاوروبية طبعا سكة كتيرة ومتشاحبة الناس كلها ما بتيجي تسافر الدول الاوروبية يا شباب ما بتبقاش مسافرة عشان تاكل عيشه فقط فيه اللي بيقولك انا عايزة سافر اعمل دراسة وفيه المبتعز بيحضر يعني بيحصل علم وبيرجع يختم بلده تاني او فيه بلده تاني وفيه اللي فعلا عايز يطلع يشتغل وفيه اللي رامي نفسه كده في بحر عشان يسافر وخلاص وقول لهم بصوا انا قتلكم مش راجع ويقعد بيقلف عليهم ويقول لهم انا جاي من فلسطين ويقطع تيكت التشيرت عشان محدش يكتشفوا بس هما طبعا بيهرشوا الحكاية دي وازاي بيكتشفوها انهم بدخلوا عليه مثلا ما فيه ناس مجنسة من الدول العربية دي يعني مثلا تقولت له انت فلسطيني تمام وخلاص بقى فلسطين بقى اسرائيل وقلاها ومش عارف ايه ولو رجعت هيتخوني وماليش مكان هناك وانا لاجئ وعايز عايش في فين في اي ان كان باقى ايطاليا فرنسا بلجيك اي ان كان بل الازرق اللي انت حضرتك ناوي تسافر له او مخطط للوصول اليه او للمركب راميتك عليه يعني تحديدا فبيدخلك واحد بيكلمة كزا لا ممنين ووش عارف منين في فلسطين ووش عارف ايه طبعا انت لو مصر هابقى اللي مزلمة مين ووزلومة مين ولا انت فهم حاجة في اي حاجة ولا انت عارف اي حاجة في اي حاجة فبيكتب تقريره ان الاخ ده له فلسطيني وبيدعي بيقوم وحطينك في الصليب الاحمر تمام فترة وكل تلت شهور بيجبولك او كل شهر على حسن ما ما الناس قالوا لي يعني انا ما عرفش الموضوع ده بجد المدة الزمنية بس هو بيحطك في الصليب الاحمر انتفهم وبيدكوا كلكم ينفرمات واحدة والمدينة اللي انتوا عايشين فيها ما بتخرجوش منها واللي بيخرج طبعا بيتعرض لجزئات كل حد طبعا بيقعد بيجبولك ناس كده من اللي يعود ولولك قول يا ابن انت منين وما تقلقش ومش عارف ايه ومش هنرحلك ونعمل الحوارات اللي هي الحمضانة اللي هي بتاعة الناس دي تمام هو انت بتقول في اللي بيقول طبعا وبيصدقهم فبيرحلوه في اللي ما بيقولش وبيستمر عموما باخر ما بيزهقه وبيسبوه ويمشي وبيعاني في موضوع الهجرة غير الشرعية ده غير طبعا الريزك الكبير والمخاطرة الكبيرة اللي هي بتمتعرفينها طبعا اللي هي في حالة لا قدر الله الغرق المركبة او ان هي المركبة تتمسك ويقرروهم ويعرفوا ويرجعوهم من مطرح ماء المركب جاد او الفلوكا جاد او whatever يعني الموجود تمام ده دي سكة الهجرة غير الشرعية وفي طبعا اللي فعلا بيبجاي من دول فعلا عندها ظروف استثنائية زي مثلا ليبيا سوريا فلسطين وبيثبتوا فعلا ان هم من اهل البلد دي وبياخدوا اقامات او بياخدوا اوراق لجوء الى ان يبتوا في امرهم وبعد كده طبعا بيقى وامر قضائية ومحاكم بيحصلوا على اوراق رسمية وبيقدروا يعيشوا في البلد وبياخدوا في المكتن طيب دي بالنسبة كده للناس اللي هي ايه رجبة المراكب ودفعت الافات الجنيهات وتوكلت على الله ورمت نفسها في البحر ويصابت ايه خابت كده كده انا ميت بالحية في بلدي في اما موت ويبقى اسمي ايه وفي طبعا بعض الاقاويل طبعا اللي هي طبعا مش صحيحة ان هو يقول لك ايه انا لو موت بموت شهيد لانت نامي نفسك في تهلوكا وعارف نفسك انك تهلوكا وكده يفزلوكا فمعرفش هتبقى شهيد ولا مشهيد دي حاجة عند الله عز وجل تمام ولكن انا رأي الشخص يعني انت عارف ان فيه ريزك وفيه مخاطرة وانت مش مضطر يعني انت مش مضطر يعني انت مضطر يعني ايه يعني انت بقعد في بلد آمنة آمنة يعني مفهاش حرب مفهاش نزاعات مفهاش 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 مشاكل يعني لو قعدت في مثلا في دولة مثلا زي سوريا الله يعنهم ويعف عنهم يعني ويموت كل الظالمين قادر يا كريم آآ بيتربعوا البيوت ويموتوا الاطفال ويموتوا فكل واحد بياخد اللي يقدر عليه من عياله واهل بيته وبيتوكل على الله ويهرب على البحر بقى في اي حتة ولو مات ربنا بيكتبوا الشاهدة بإذن الله انه من ضمار لضمار طيب ده كده خلصنا من حتة الهجرة غير الشرعية وسكة المراكب وسكة النصب طيب السكة التانية بقى للناس اللي اعزت حص العلم والي بتاعز دي طبعا دي الناس محترمة وعارفة سكتة وعارفة دونيتها ماشية ازاي وبتتحرك ازاي وكل حاجة محسوبة ومتخطط ليها وفيه اللي هو بيبتعس من الجامعة يعني الجامعة بتتحمل جزء من النفقات او بتحمل النفقات كلها وبعد كده بيروح ياخد الدبلومة بتاعته او الدكتوراه او وتفر يعني او الماجستير او كده وبيرجع يعيد يبقى معيد في الكلية او هو قريدي كان معيد في الكلية او بتاعز ما كان طالب متفوق حاجة اللي هي سكة اللي هي الدراسة ما لناش دعوة بيها طيب النوع التالت من البشر هو النوع اللي بيبقاعد على النت وبيدور على نصه الاخر ودي ليها برضا كلام تاني او ليها بعض الامور الاخرى ازاي يعني؟ يعني فيه ناس فعلا بتدخل على مواقع تحدث وشات وكده وفيه فعلا اللي بيقع في قصة حب وبيتعرف على واحدة وهي بتتعرف عليه وبيحبوا بعض وبيشتغلوا بعض قصد يعني بيعيشوا في قصة حب كويسة لها كل اللي احتراموا التأدير من عندي او من عندي اي حد تاني سواء برضايا وغزبا عني خلاص تمام وبتنزلوا وبذن ان هو بيحاول يروح لها وبيروح لها وبيعيشوا مع بعض وكلام ده وفيه سكة تانية اللي هو عايز يستلقط اي ولية خلاص على النت عشان تبه هي السكة بتاعته اللي هو يسافر طيب السكة دي اللي هي سكة استغلال الست دي انا مليش دعا بقى ان هي هي قبلة الموضوع ده بمزاجها بس ما اعتقدش ان فيه نسوان يعني لو قلنا بنسال نسبة 100% فنسبة 70% النسوان مش عبيضة وبطهرش البناء ادم ده اول مرة واحنا عبنا كمصريين او كعرب عموما بس كلمة مصريين دي ان احنا قلنا طيب ويعني ايه ما فيناش الخبس ولا اللقم اللي هو يأهلك ان انت تصبر 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 لحد تحصل على مبتغاك وهي الاوراق طبعا يعني وانت مبتتجوزهاش وخصوصا دي لوحدة كبيرة في السن دي مسلا انت قد تيتها قد تيزة فانت في الحالة دي انت بتجوزها طبعا مش حبا فل اللي جابوها يعني انت بتجوزها شو تعمل ورق فهي ممكن تقول يا تقتنع ان انت فعلا حبيبها يا ما تقتنع بس عشان تقتنع وما بتقتنعش دي بتبقى مقدمات انت بتعملها من خلال افعال انت بتسويها معاها يعني افعال بتسويها معا يعني لو لقيتك شخص ادار جيه وكويس وبن حلال وبتمشي امورك زي الفل وراجل وبتمسك في نص الفرصة والحورات دي فبقى حسنة تمام زي الفل كويس مع الوقت الثقة بتبقى عملية زي ما بيسموها كده الثقة عملية بتاخد وقت يعني بتاخد وقت يعني ترقمية يعني افعال مع افعال مع افعال فبتديك الثقة بتاعتها والثقة دي ممكن ان هي تتشل منك فجأة على حسب الشخص اللي ادهالك يعني مثلا انا واثق في فلان الفلاني واثق في فلان الفلاني ده بناء على فترات او خبرات انا يعني تعايشت معاها او تعاملت معاها فيها هو براح كايب خوزاني في خزوق ولا حاجة حاجة من الاتنين يا سامحوا على الخزوق ده واعرف ان هو مثلا كان اول خزوق وديله فرصة تانية واكمل المسيرة حد ما يدينا الخزوق التاني يا اما ان هي معاها خالص واعرف ان هو ده انسان غير ادمي وغير محترم انسان حيوان وبتخلص وبتتجهله وبترميع على جنب والجسم القديمة تمام وخلصنا او ان ده انا بتكلم عن النسوان او ان الست في نفس الوقت انت كعربي عموما الحاجة اللي انا بس عزار في تنظر كلها اللي هو ايه يعني انا زي ما بشوف مثلا رجال التراكوة بيصرف عشان يوقع الصيدة وبعد كده مش يخليها هي تصرف عليه يخليها هي تخدم عليه تخدم على الهدف بتاعه يعني سواء لك الهدف ورق او لو هي ست غنية الهدف يقلبها في ارشين والحورة طالها الحمضانة اللي احنا عارفينها دي كلها العربي بيبقى ايه لما اخذ يعني في الكلمة بيبقى كل هدفه او كل فكرته انه هو بقدر الكفاقته الجنسية في الفراش على قدر ما هي هتستسلم لكل رغباته وكل متطلباته معنى ايه يقول لك ايه انا مش عارف ايه فخلاص بقى يا السلام انا عايز العنتيل ده معايا الكلام ده مش حقيق يا شباب ولو خدنا اوكرانيا على سبيل المثال ففي نسبة كتير من السيدات يعني الموضوع طبعا حساس جدا يعني في المواضيع دي الراجل اخر اخر حاجة ليها يعني يعني مش 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 الراجل في النواحي الجنسية يعني مش مش مطلوب قوي يعني في حاجات كده اجهزها تعودية بتفتخدم وحاجات ويعني بدون تفاصيل طبعا عشان يكيد فيه بنام بتتفرج عليه انا وانتوا فهمتوا يعني ايه انا اقصد ايه فالموضوع ده ما حدش يتبعه او انا بنصحكم حدش يعمل للموضوع ده اللي هو موضوع المواضيع الجنسية ويلجأ للموضوع الجنسي على اساس ان هي هتستسلم وهتكون ده مفتاحه لعيشة كريمة واوراق وي 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 لا الصراحة والاحترام هم اول الطريق واهم حاجة من الاحترام الصراحة تكون انت صريح وتعرفها ظروفك كواس جدا وتعرفها انت عايز ايه مش هقولك طبعا تقولها ان انت هتشتغلها وعايز ان انت تتجوزها عشان بتحبها والكلام ده لأ يعني انت تكون عارف بالزبط ان انت هدفك او طلبك اللي هو الاوراق ده هيجي من خلال انك هتكتهد وتتقل لها فيها معنى صح تتقل لها فيها لحد ما تاخد ورائك ما تهنهاش ما تظلمهاش ما تستغلهاش وما تحسشهاش ان هي كانت اداة معينة لفترة زمنية معينة خدت غرضك منها وخدت طلبك منها فخلاص هي بتتكل على الله وتمشي وما لهاش اي لازمة تاني في حياتك خليه الموضوع ده يحصل تدريجيا وبالظروف ولكن التقل لها فيها عشان ربنا هتصلك بعد كده في اللي جاي بالنسبة زي ما بقولت كده مثلا التراك وبتاع بيصرف عشان هو يقابل بعد كده في المستقبل الشخص العربي الشخص عجول عجول يعني ايه مش عجل عجول عجول يعني خلاص تجوز هنروح امتى نعمل الاقامة المؤقتة مثلا او نعمل الاوراق يا سيدي اصبر يا حج اصبر مجرد الحاحك ومجرد سؤالك او تكرار سؤالك بيولد عندها او داخلها حاجة من عدم الثقة فتم عاملة ايه مطولة معاك المدة مطة معاك المدة تمط معاك المدة كده زي الاستك كده ما بيمط ليه بقى يتمط معاك المدة عشان تشوف اخرك ايه وتجيب ميتك ايه تجيب اللي في بطنك يعني زي ما بقوله بالمصري بمعنى ايه تجيب اللي في بطنك يعني بص يا سيدي انت دلوقتي عملتوا لها ورق 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 تقول لك رب بكرة بعده الشهر اللي بعده بتاقت لايه بتليج بقى بتتنرفز وعمل تنفخ واعاد لها في البيت ولا هتروح ولا تيجو مركز على الورق هي ممكن تكون مثلا حطة في دمخها ما تيجي الدور على شغل انت مركز على الورق ليه لما ما فيش شغل من غير ورق وانت مال امك انت مفيش شغل من غير ورق الكلام ده مصحيح يا معلم وانا اسف يعني في كلمة مال امك دي يعني ايه مفيش حاجة شغل من غير ورق لا في اشغال ممكن ما بتحتاجش ورق في اشغال ممكن تشتغل كده بالحب وايه وتدارة اسكن في الدول النظيفة الدول الغربية ليه بقى يعني في دول نظيفة انا بعتبرها الدول النظيفة اللي هي بتحترم القانون وبتحترم ادمية الانسان الدول اللي مش نظيفة اللي هي لا بتحترم قانون ولا بتحترم ادمية الانسان ملهاش دعوة يعني التقييم عندي ما لهوش علاقة ده بالامور المادية اللي هي دولة غنية ولا دولة فقية فالدول الغربية عموما اللي هي دول ادمية اللي هي بتحترم القانون وتحترم الانسان او ادمية الانسان بتبقى عارفة الأماكن اللي بتشغل ناس من غير أوراق وساكتة ليه؟ لأن المجتمع بتاعهم ما بيسمح لهم شي إنه هم أو يعني عندهم مثلا حتة مثلا زي الهولندين على سبيل المثال ما بيشتغلوش اللي هي dirty work يعني أو الأعمال القذرة وكلمة dirty يعني القذرة يعني مش اللي هي الأعمال المهمة اللي هي الأعمال اللي فيها عتالة الأعمال اللي انت بتتنظف بتنظف مكاتب بتمسح مش عارف بتخسل الكلام ده بتخسل مواعين الكلام ده فدلوقتي على فكرة الله بدأوا يشتغلوها يعني انت فهموا في ظروف الكورونا والقرف وغيره 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 والظروف الاقتصادية فبدأوا يتنازلوا عن العنجهية بتاعتهم وبدأوا يشتغلوا خصوصا بعد اتجاه الحكومات الغربية لتقليل النفقات وبالتالي أقللت أو الضمان الاجتماعي فبدأوا يخرجوا ويشتغلوا زي الفل وبياخدوا على دمخهم وبشتغلوا ما بقولوش لا وفيش أي مشاكل ولكن دي أنا بتكلم على الدول النطيفة طيب احنا تشعبنا كده وراحنا بالموضوع بعيد 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 خالص فنرجع تاني لموضوعنا النوع الرابع يعني احنا ذكرنا كده اول نوع بتاع الهجرة تاني حاجة النوع بتاع الابتعاس اللي هو البعثات الدراسية وتحتي برضك الدراسة والكلام ده كله النوع التالت اللي هو بتاع الجواز النوع بقى الرابع والخطير والاخطر والمهم جدا اللي بحاول دايما اذكره اللي هو النوع اللي خاص بعقود الأعمال يعني ايه عقود الأعمال يعني تلاقي قاعد كده زي الباشا وقولك ايه فيه فرصة عمل في أوكرانيا او واحد قال له على موقع او على صفحة او على جروب او على قناة او على اي بلد ازرق بلد حاجة السوداء كده ان أوكرانيا فتحت فرص عمل للعمالة عندها فهوب يوم جاي ايه مدور هوب يوم جاي ملطوط في مين في واحد مثلا مصاب على اي جروب وقوله تعالى لعى الخاص ويبدأ يشتغل وقوله هنعمل لك عقد العمل تمام وبعد عقد العمل يقولك هبعتهولك وبعد ما يبعتهولك يقولك السفرة رفطتك السفرة مش عارف ايه سفرة اساسا اول ما بتشوف عقد العمل ده تمام بتنجرم يهولك في وشك او تقوله خلاص هنرد عليك وبتاع وبيتنصب عليك ليه لان مبدئيا انت غلطت غلطة كبيرة جدا اللي هي الغلطة ايه بقى بقى معلم الغلطة ان انت لازم تستخدم التكنولوجيا بقولها لك 100 مليون مرة يعني تدخل تشوف الدولة تعمل عليها بحث تشوف الدولة دي هل انت فيها فعلا فرص عمل ولا ما فيهاش فرص عمل هل مستوى الدخل بتاعها عالي ولا مش عالي تشوف المواقع اللي بتوفر فرص عمل للدولة دي للمواطنين او للمقيمين داخلها تشوف متوسط الاجر هل ينسبك ولا لأ تشوف هل هم عاملين فرص عمل للاجانب ولا لأ ما انت طبعا لسه قاعد تحت فانت بالنسبة لهم اجنبي ومعكش ورق للدولة اللي انت هتقيم فيها فانت تعتبر اجنبي فانت لازم تشوف الموضوع ده ولازم تبحث الموضوع ده من الاول للاخر ما تجيش انت كده تقول لك هب ايه لا ساعد في دماغ يعني فيه ناس بعديد لي مثلا على القناة يقولولي ايه يقولولي مثلا ايه يا عم رامي فيه واحدة هيبعاتلي العهد عمل جزارة اولاد نحمده مثلا في سنتر امستردام جنب محطة القطر الرئيسية بتاعت امستردام تمام هيبعاتلي العهد ده وعايز مني 1700 يورو هل 1700 يورو ده كويس ولا غالي على العد لا اله الا الله انت كل اللي يهمك ان انت بتفاصل في التمن ما بتفاصلش يعني نشوف جزارة نحمده دي هي شغلة فعلا ومقرها موجود وجنب محطة القطر ولا لا ده انتردام سبحان الله دلوقتي التكنولوجيا ما خلتش اللي مش عارف عارف يعني ايه اللي مش عارف عارف يعني حضرك انت بتخش الوقت على جوجل تم جاي ضرب العنوان تقول له بعاتلي اللوكيشن او اسم المكان او هو العنوان فين بتاع المكان تم جاي رميه على جوجل يطلع لك المكان هنلاقي نحمده هناك جزارة نحمده نبدأ ان احنا ايه ناخد اول خطوة من خطوات الثقة ان انت بدأت تتسك في كلام الراجل داني فيه مثلا جزارة نحمده طيب بعد كده تخش على الموقع بتاع وزارة التشغيل والعمالة الهولندية مثلا او الاوكرانية او الفلبينية او الماليزية او الطيلندية او الاسرائلية او الخرنيرية وتشوف متطلبات المواطن الاجنبي او الطلبات الاجنبية ليه بقى انا بقولك الكلام ده حاج يلي عايز تشتغل في اوروبا عموما عشان انا بمخصاش الكلام على اوكراني انا بتكلم بعموم الكلام ليه لان دلوقتي في اي دولة في العالم فيها ابطالة مفيش دولة خلقت على وجه الارض شعبها مكتفي ذاتيا وشغالين ومعندهمش اي مشاكل الا بعض دول الخليج اللي عدد سكانها قليل جدا اللي عدد سكانها قليل جدا خد عندك قطر خد عندك الامراض دول عدد سكانه قليل فبيحتاجوا ناس يشتغلوا تمام هما ما بيشتغلوش او بعض منهم بيشتغلوا بعض الاخرى ما بيشتغلش او 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 دي مشكلتهم ودي ظروف بلدهم وده اقتصادهم وهم مشوا على كده متستمين على كده ودي حياتهم والله يوسع عليهم ويرزقهم ويرزقنا معاهم تمام لكن انت مجيش انت مثلا على دولة مثلا زي اوكرانيا ولا هولندا بصرف النظر بقى طبعا عن الناس اللي المحبطة اللي قولك ايه ده اوكرانيا بلد فقيرة وما فيهاش فلوس واحد تنطلع لقول انت هتبكر ان اوكرانيا بمين ده اننا بلدنا معفنا ده بشوفه ده بيعملوا سواريخ ده بيصدروا امح ده بيصدروا سكر ده بيصدروا كمون انت لا انت فاهم او انت مخخيتوه ما بين اللي بيمجد في البلد وبيطبلها واللي ناقم على البلد وكرهها فانت هتقول اللي كرهها وانت قاعد فيها ليه ما هي بلد زي الزفت واللي بيطبلها وانت بطبلها وفشخ الموضوع اول زي كده ليه وانت شغال ايه شغال رئيس وزراء هناك ولا لا ده انت شغال على الله هناك فأنت مطبلها أول إيه كده فما ينفعش يعني إيه ما ينفعش ما ينفعش تكون رأيك الشخصي بناء على ناس بتطبل أو ناس ضد يعني ضد أو مع لا أنت بتكون رأيك الشخصي بناء على نتائج علمية بناء على كلام موزون من ناس عايشة في البلد بتتكلم معاك صح واحد مثلا قال لك واحد مثلا طالع سبيل المثال يقول لك مثلا إيه أنا عايزة أدرس وأشتغل وعايز أعرف المرتبات بكم ويبدأ يتكلم بقى إيه سكة الدراسة دي ينسها خالص ويبدأ يتكلم عن الشغل وبكم ومش عارف إيه والأفلام الهندي دي طيب يا حبيبي يا غالي يا طيب أنت نسيت أنت جاي دراسة عشان عشان تدرس ما تكلمنا عن الدراسة عايز تدرس إيه مؤهلتك إيه لأ هو أنا احنا اتهرشت أن هو عايز يدرس عشان يعمل الدراسة سكة عشان يجي يعمل إيه يشتغل وبدأ أن هو بقى يسترسل في المعلومات عشان يجني المعلومات هيشتغل إيه وهيشتغل بكام ودنيته وليلته وعامل إيه ودنيته ماشي إزاي والحوارات الحمضانة دي كلها طيب طيب يا سيدي أنت دلوقتي لازم تبع عارف قوانين أن المسلم اللي بيدرس ملهوش حق العمل يعني إيه اللي بيدرس ملهوش حق العمل لأن اللي بيدرس مفروض بيدرس ده داخل يدفع فلوس للدولة مش جاي ياخد منها فلوس طيب اللي بيشتغل في الدولة بيعمل إيه ياما بيشتغل اسود اسود يعني ضد القانون بدون أوراق ياما بيشتغل أبيض يعني بيدفع درايب انت هتشتغل اسود ممكن مش أقولك مش ممكن ممكن وانت بتدرس تشتغل ولكن لو انت هتشتغل اسود فانت هتستغل يعني اللي هيشغلك هيستغلك وصار في النظر بقى ان اللي هيشغلك ده مثلا أوكراني أو عربي أو واتفر يعني انت فهم بس هيستغلك واحد يقولك لا أصل أوكراني مش عمره ما يستغلك ده العربي لا يا حبيبي ده فيه أوكراني ولاد عورات شياطين وبياخدوا مين بقى ياخدوا يشغلوا في الفوركس واللي هي الكول سنتر والكلام ده بروح يشغلوا بقى الناس من نيجيريا ومن مصر من سبعة لسبعة وبيدون مثلا 200 دولار و300 دولار ده استغلال يعني ده بتسمى استغلال ما تشغل 12 ساعة وعمل تتكلم في التلفون وبتاعه واكل دماغك وواكل دماغه وقارف الدنيا خالص وفي الآخر بتاخد 300 دولار يعني يا دوبك بالكاد أوضة عند خزايكة مثلا ولا عند حد يستضيفك في أوضة انت فهمه بتدفع إيجارها يعني مش يستضيفك اللف لله بجانب المواصلات بجانب أكلك وشربك فخلاص فخلاص كده تترقعت وانت بتبقى بتبقى عبد لهذا الشغل يعني هو مش هتقدر تتحرك ليمين ولا شمال فالمتغى أو الخلاصة يعني في الكلام انك انت لازم تدرز ظروف البلد وهل تعرف قوانين البلد كويس طبعا لو انت هتشتغل قانوني بانت لازم تدفع درايب والقانون الأوكراني أو القانون الدولي في أي دولة في أوروبا لا يحق لك العمل وأنت طالب إلا في بعض الدول اللي بتديك عدد ساعات عمل لا تزيد عن أربع ساعات عمل عشان تجني بعض الأموال اللي تساعد إلى حد ما في حياتك اليومية أو حياتك الشهرية عشان مش هما بيتعاملوا معاك أو بيتعاطفوا معاك لا انت كده كده جاي تدرس فانت جاي تدفع فلوس للدولة تحط فيها فلوس تحط فيها عموة صعبة مش جاي تاخذ منها فلوس تمام؟ فانت لازم تكون فاهم الموضوع ده ياللي جاي عشان تدرس وتعمل الدراسة سكة عشان تشتغل في أوكرانيا فانت لازم تكون فاهم الموضوع ده أوكرانيا أو غير أوكرانيا طيب أنا مش بس الدهف وشك أنا بوضح لك اللي موجود حاليا وسنة عن سنة يا أخي الفاضل يا أخي العرب الكريم وأختي العربية الكريمة سنة عن سنة بتستحدث إجراءات جديدة الغرض منها تعقيد الحصول على الأوراق القانونية داخل البلد يعني العبد اللي اللي معاه مثلا ورق معين تمام قانونية تعايشوا في البلد واحد تاني جيه خد نفس الورقة دي السنة دي الأوراق اللي الطبقت علي تمام الأوراق اللي أنا جمعتها عشان أرميها للجوازات والهجرة عشان يدوني الأوراق القانونية اللي هي معايا حاليا اللي جاي اللي بعدها بسنة عمل نفس الأوراق دي وزاتت عليها ورقة كمان يعني ايه تزاتت عليها ورقة كان يعني اخترعوا لهم فكرة جديدة عشان تعقيدة جديدة او فكرة جديدة عشان يكتشفوا مثلا في صغرة قانونية صغرة قانونية موجودة في القانون ده استغلت وحاسوا ان الناس بتدخل منها دخل مية مية فقولك لا نسدها له نسدها له ازاي نضيف له ورقة اضافية مش هنلغي القانون هنضيف له ورقة جديدة تعمل له مثلا ايه كنترول ستضرب له فرامل شوية تخليه يعيد تفكير شوية تمام فالورقة دي انت شخصيا متبقاش مدرك لحجمها او مدرك ان هي تبقى ماشية ازاي الفترة اللي جاي تمام فبتلاقي نفسك ايه معلمة فبتلاقي نفسك لبست في حيطة ودفعت فلوس كتيرة وامور تعقدت معاك ما بقتش زي الاول فتيجي تكلم مثلا رامي تقول له بقولك رامي تخدت الورقة دي وانا هاخدها او معدم عليها هما ليه طلبين الورقة دي انا ما الام انا طلبين الورقة دي ليه يعني هما القانون وطلبوا الورقة دي انا اعمل ايه تمام يعني انا بقى هاشتغلك بقى فيها جوجل وافتي لك ومش عارف اقولك روح المكان المخصص واسأل ليه هما طلبين الورقة دي او مش هتسأل ليه طلبين الورقة دي الورقة دي بتتجاب منين وبتتجاب كام وبتتعمل ازاي بيخش لك بقى بعض الناس او السيكا كلاب بتاعت النصابين عموما مش المستغلين تمام يعني اخليك دايما دماغك كده صحي في حتة مهمة جدا يعني فيه مستغل وفيه نصاب المستغل اللي هو بيستغلك في تخليص الورقة لكن بيخلص لك النصاب بياخد منك فلوس يقول لك همك في العشة ولا طارت ولا بيخلص لك حاجة ولا بيعمل لك حاجة وتانية تقول لك في المدة وفي الاخر لحد ما يزهقك وتقول لك انا مش عايز الموضوع لك بس اهجات منك انت مش عايز خلاص ملكش حاجة عندي وشكرا وكرسي في الكولوب واختفي وعندك الحكومة روحي اشتك تمام لذلك انا بنصح الناس اللي عايزة تعمل اوراق وعشان تخلص العامل الزمني مثلا يعني ايه مثلا عندنا مثلا في مصر على سبيل المثال وفي اي دولة عربية فيه مكاتب بتقدم الجمهور خدمات للجمهور يعني ايه خدمات للجمهور يعني مش مكاتب بتخلص اوراق يعني مثلا انت عايز تعمل جواز صفر فبتم عامل ايه بتروح تعرف الطلبات واحد اتنين تلاتة وخلصنا عليك كده وخلاص والطلبات موجودة عندك على الحيطة بتكتبها بالجهازة بتروح تديها للمدام عفاف على الشباك بتطلع عليك مدام عفاف بتخش هيه بنتصور هنا غور وتعالي بعد اسبوع استلم الجواز وشكرا عليك كده بعض الدول والاوروبية فيها نفس الطلبات دي وفيها نفس الاجرات دي لكن متبقاش عارف انت بتعملها منين اولاد البلد نفسهم ما بيبوش عارفين بيعملوا فبالجول مين يا اما محامي هجرة تمام متخصص في الموضوع ده يا اما مكاتب متخصصة لها اماكن وبتدفع ايجارات بتعمل للمواضيع دي بتجهز لك ملفك اللي انت للهدف اللي انت طلبه بتجهز لك الملف بعد ما بتجهز الملف بتقولك اتفضل الملف هو في ايدك روح قدمه او لو انت عايز اكسترا سيرفيس فانت بتعمل ايه بقولك انا بعتلك معالك مندوب هو يقدم لك الملف ده بس لازم وجودك الشخصي عشان انت تمضي على الاوراق اللي هتطلب منك الامضاع حضورك الشخصي يعني كده تمام او فيه لبعض طبعا المؤسسات لو انت عملت توكيل لمكتب من المكاتب فانت بالتالي ان انت ايه عملتله التوكيل فبيحل محلك يعني في المكان ده فيامني فده النوع الرابع المهم اللي هو دايما يلبس في عمليات النصب خلاص النوع خامس والاخير طبعا في المنظومة بتاعة الغربة دي والصفر والكلام ده اللي هي هو النوع الخاص بين مين يمعلم اللي هو عايز يعمل بيزنس في الدولة طيب انت عايز تعمل بيزنس في الدولة طبعا فيه سفارة يا اخي في الدولة اللي انت عايز يعني سفارة للدولة اللي انت عايز تعمل فيها بيزنس يعني انت مسلا عايز تشتري قمح وزيت من اوكرانيا على سبيل المثل في حاجة من اللي تم بتدخل باشا على الجروبات وبكلام داء وتقول Αنا عايز زيته وبكامل لترو وبكامل بتنجانة وبتاعة وكل حاجة وبتلاقي ناس صدقة على الجروبات وفيه ناس بتلمي نصابة على الجروبات وفيه ناس مش فاهمة بتنجاه هابدأ اي كلام في اي كلام وخلاص بتعملك ما يقدرش يقولك مش عارف ولا اعلم والحركات دي كلها فانت بتعمل ايه؟ اولا بتلمي معلومات منع الجروبات اوكي ما فيش مشاكل بناتين بتروح للملحة التجاري موجود في الصفارة بتسأل والله اعمل ملحة انا كذا 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 الدنيا ماشية ازاي وامورك ماشية ازاي يقولك والله يموري واحد اتنين دلاتة تنسبك ما تتنسبكش خلاص يديك اسماء شركات يديك اسماء مكاتب في الدولة مثلا على سبيل المثال اوكرانيا بتاعه يديلك معلومات قانونية وتجارية تاخدها من قلب الصفارة فطلع انت متطم لو انت راجل بروفيشنال بقى وكويس جدا يعني في الموضوع ده ومزاجك حلو وعنب العنب ولوز اللوز فبتعمل ايه بقى؟ فيه معارض تجارية معارض تجارية يعني يعني كل سنة بتعمل معارض تجارية بتلتقي فيه مندبين من الدول يعني مثلا الناس مثلا رجال اعمال عرب او اوكران موجودين في معارض مثلا في دبي يقف مثلا عنده برتيشن وقاعد فانت بتروح تقول والله انا عمس كذا 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 ادي لك البزنس كارد ودي لك المعلومات وكل حاجة وتعمل معاديل وبيتفق معاك على اسعار مبدئية لان اسعار المواد الغازية بتزيد يوم بعد يوم ويمكن كمان يوميا الاسعار بتزيد تمام؟ الشاهد في الكلام او الشاهد في القول ان انت متاخدش مصدرك من مكان واحده فقط وتامن بيه وفي الاخر توم جاي لابس صفحيه طب انا كنا نطلع بقى ده بيشتيكل ده وده حرامي وده نصاب وده سرقني وده كلني وده عملني وده سواني وده خوزقني طب ما انت الغلطان طب ما انت اللي روحت عنده طب ما انت اللي سمعت لي بس اسوأ كان طيب ومنزل ادعية كرانية ومش عارف ايه وبما يرضي الله ومش بما يرضي الله وفي الاخر راح ملبسك في حيات عموما يعني في نهاية الفيديو اللي انا عايز اوضحه لكم يا انا شباب ان اتمنى لكل بني ادم الخير طبعا ان ربنا يصلحه ويكرمه ووفقه واتمنى من كل قلبي ان الناس يبقى عندها وعي وادراك ان المواضيع لو تخدتها من اماكنها الصحيحة ووصلت الاماكنها الصحيحة والله ما هتخسر فلوسك والله ما هيتنصب عليك والله ما حد هستغلك وفي نفس الوقت هتوصل للنتيجة سواء النتيجة دي كانت ايجابية او سلبية بس ربنا هيكرمك وهتوصل للنتيجة وبالتالي على الاقل يا اخي لو حد رفضك من سفارة ولا من دولة عديت انت المراحل القانونية وربنا ما كتب لكش الخير وخلصنا وفهمت الدنيا وفلوسك كانت في جيبك وقدمت في القناة الشرعية للمبتغة بتاعك لو السفر بتاعك وترفضت غير ما تدي فلوس لشخص ينصب عليك تمام وما يبعت لكش اي حاجة وقول لكم هكفل عشو الله طارد وتعلالي لو عرفتك جيلي عشان تاخد مني فلوسي فلوسك والحوارات دي كلها ده لهو ما عمل لكش بلوك وراح قفل موضوع تماما وراح جايم مشاك شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته